السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة اخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس امرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم اي جديد فبعدما تم الاعلان خلال الايام الماضية عن مباراة مراقب مربي اينات فاليوم لقد تم الاعلان عن توظيف 900 مراقب مربي دوكور بعدين نحاول نشرح لكم الشروط المطلوبة اضافة الى جميع النقاط الاخرى بالنسبة الشهادة المطلوبة شهادة البكالوريا او ديبلوم تأهيل المهني المسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني والان نتحدث لكم على الشروط المطلوبة في هذه المباراة ان يكون مترشح من جنسية مغربية ان يكون متمتع بالحقوق الوطنية ان يبلغ من العمر 21 سنة على الاقل و30 سنة على الاكتر في فتح الناير من سنات 2023 بمعنى السينديالو ما خصوش يكون اقل 21 وما يفوتش 30 سنة ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريا او شهادة تأهيل المهني يعني اللي ما عنده شهادة البكالوريا خصوه ضروري يكون عنده شهادة تأهيل المهني ان لا يكون مصابا بأي مرض او اعاية ترتب عنها ضعف في القدرة البدنية والتوفر على قدرة سماع الهمس عن بعد 50 سنتيمترا والصوت عالي من مسافة 5 انطار ان يتوفر على قامة لا تقل عن متر و75 من غير حدا كما قلت لكم فالعدل المطلوب هو 900 مئة في المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجالين تورابي لجيات السوسما والعين السقي الحمراء 140 منصب في المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجالين تورابي لجيات الشرق ودرعاء تفيلالت 270 في المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجال تورابي لجيات الرباط صلى القدرة بعد الملاحظة الناس لا يختاروا مركز اقادير وجد الرباط فالاختبار سيكون يوم 12 فبراير من سنة 2023 أما الناس الذين يدونون في جيات дار البيضاء وبني ملال والطنجق سيكون الاختبار يوم 26 فبراير 150 منصيب في المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجال تورابي لجيات الدار البيضاء الكبرى 100 منصيب في المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجالين تورابيل جيات مراكش أسفي وبني ملال الخنفرة 140 المؤسسات السجنية الواقعة داخل المجالين الترابيليجيات طنجة طوال الحسيمة وفاس ميكناس فيما يخص الترشيح يكون عبر الموقع الإلكتروني آخر أجل الترشيح يكون هو 21 يناير من سنة 2023 يتكون ملف الترشيح من الوثائق تلية طلب الترشيح موقع من طرف المترشح يسحب من الموقع الإلكتروني للمندوبية العامة والذي تم تعبئته أثناء التسجيل الإلكتروني القبلي ثم نسخة من بطاقة التاريخ الوطنية ثم نسخة لأصل شهادة البكالورية أو ما يعادلها أو ديبلون تأهيل المهني مسلم من طرف مؤسسات التكوين المهني إضافة إلى نسخة من شهادة طبية مسلمة من أحد أطباء القطاع العام أوي الخاص تتضمن وجوبا تاريخ التحرير اسم الطبيب وخاتمه وتوقيعه وقياس طول وحدة بصر المترشح ونسخة لأصل البطاقة التي تحمل صفات مقاومة عسكري يعني هذين الناس اللي يحملوا هذه الصفة والوطنية الأخرى فيما يخص هذو المترشحين اللي عندهم مثلا قضاء الخدمة العسكرية إلى آخره الاختبارة تعي كل اختبار الكتابي والاختبار في الرياضة ثم الاختبار الشفاوي والتطبيقي إذن هذا وكل ما يخص عن مباراة مراكمة ربي دكور إن شاء الله في الفيديو المقبل سنتحدث لكم على طريقة الترشيح من أول مرحلة إلى آخر في الاخير كنتمنى هذا الفيديو لإعجابكم وإذا استمتلك الدعموني بالاشتراك وقموا تفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد والتوفيق والسلام اشتركوا في القناة